اقول صباح الورد ولا اقول تعالوا شوفوا بزبوسة المحتاسة اللي العجينة بازت معها ويطار عملت ايه فيها 99% من ستات البيوت بيحصل معها اللي حصل مع بزبوسة تعالوا ندخل على الفيديو ونشوف عملنا ايه في العجينة اللي بازت معها وكانت النتيجة زي كل التفاصيل حنشوفها مع بعض ونشوف بزبوسة حلت المشكلة ولا عملت ايه في العجينة ولا ايه اللي حصل معها نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل نشوف بسبوسة المحتاسة قلت بقى اعمل شطرة كده وحضر حشوة حلوة وميزة لأول مرة حد يعملها وممكن كمان يكون حتى عملها قبل جبت شوية بلح أصمر كده حلوين وقشرتهم وفصصتهم وحطتهم في الكبة وعليهم معلقتين جبنة كريمي وشوية سوداني وشوية مكسرات ومعلقتين كبار من صوص الكراملة أو صوص الشوكولاتة وددهم ضربتين حلوين كده في قلب الكبة لحد ما بقوا زي العجينة زي الكريمة بالظبط ودي حشوة تنفع لجميع المعجنات والحلويات وقلت حطها في طبق صغير كده وغطيها في كيسة وحطها في التلاجة لوقتي ما استخدمها وقلت كمان نحضر المادة الدهنية بتاعتنا معايا زبتة ومعايا زيت الكمية اللي انتي حباها وركنتها على جنب بس سيحتها على البتو جاز وندخل بقى على عجينتنا الحلوة اللي بسبوسة بوزتها جبت طبقة حلوة كده وزودت في نص كيلو من الدقيق بما يعادي لخمسمية جرام أي نوع دقيق زودت عليه شوية ملح صغيرين كده رشة بسيطة وقلبتها معادي وعملت حفرة في النص كده وزي الشطرة جبت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر وزودت عليهم كباية من الميا 250 جرام كباية الشاي العادية اللي بتشرب فيها الشاي وكده كده هنشوف الدقيق هيحتاج معايا سوائل قد ايه دوبت المكونات كلها مع بعضها وخلطتها بالدقيق في الأول ببتجي بالمعلقة عشان ايدي ما تحتس دقيق وبعد كده هشيلي المعلقة وبتجي بقى أعجن العجينة بإدية كده زي الشطرين والعجينة بتاخد معايا وقت شوية في العاجن عشان أخلي لها عرق حلوة كده عشان همفردها بتكون معايا زي الملبن كده والأستك تمط معايا برحتي أخدتها وبقدقت إن أنا زود حبة ميا شوية شوية كده وروحتي واخد العجينة لإني مش هينفع نعجن العجينة في قلب الطبق وقلت بقى ابتجي أخدم في العجينة لو عندك بقى شوية صحة بدراعاتك كده ابتجي عملي شوية رياضة في قلب العجينة وعجنيها كويس جدا لحد ما يكون سطحها ناعم وزي الفل زي ما انت شايفة كده على طول ولو زعلان قومت دايقة خد العجينة وهبديها من فوق لتحت كده لحد العجينة ما تجيك القوامل حلو قوي ويكون سطحها زي العسل كده كوريها بقى وبمسحة بسيطة كده من الزيت على الرخامة ابتجي بططيها طبطيطة صغيرة وهات المقطع او السكينة وقطعيها القطع صغيرة وكل قطعة وزنها 100 جرام انا بعد ما قطعتها اخدتها ووزنتها ولو ما عنديش ميزانيا بسبوسة خليها قد الطمط ماية المتوسطة مسكتي كل كورة وكورتها وقفلت عليها كويس جدا عشان ما يكونش لها فتحات او فجوة من تحت ساعة الفرد وبعد ما كورتهم غطتهم بكيسة وقلت اركنهم على جام وقلت انحضر باقي الخطوات لحد كده واحنا تمام وحلوين جبت الصانية اللي ححطي فيها العجينة بعد ما افردها شوية وديتها دهنة حلوة قوي من المادة الدهنية اللي احنا عملناها الزيت والزبدة طب ما حطيتش سامنا ليه بسبوس مش محتاجة العجينة اخدت كورة كورة وبدات ان انا افردها باديا وبعد كده قلت استخدمينا الشابة هتسهل معايا بسرعة واخدتها بعد ما فردتها ورصتها في الصانية وبعد ما رصيت اول طبقة بالشكل اللي انتو شايفينه ده جبت المادة الدهنية وده انتهى وقلت بقى اعمل الطبقة التانية عليها وهكذا لحد ما خلصت بقية الطبقات المفروض العجينة اسبها لمدة عشر دقايق بس بس انا سبتها بصراحة لمدة نص ساعة وياريتني ما سبتها اخدت العجينة وقلت يا لهوي العجينة بازت بس بوسة ببسيط العجينة طب هنعمل ايه دلوقتي العجينة بقت عاملة زي السفنج ما تعرفش تفصليها من بعضها حاولت اخد واحدة كده وقلت افردها فردة كده ونشوف النتيجة اخدت اربعة بس وعملتهم وحاوريكوا النتيجة في الاخر فردتها بالشكل ده وشايفين العجينة مخرمة معايا ازاي كأنك حط فيها سكر وعامل زي الحبيبات قلت مفيش مشكلة ودتها من الحشوة حاجة بسيطة كده العجينة شبعانة خمر على الاخر بس قلت مفيش مشكلة عنانة حرم العجينة ينفع انا لما لقيت العجينة بالشكل ده وانا بعملها قلت خلاص بقى جيت افصل بقيت العجين ما تفصلش معاي بصراحة احترت وقلت هنعمل ايه في العجينة دي العجينة خمرانة وشبعانة خم وزي السفنج اخدت منها قطعة قطعة كده براحة وفردتها زي ما فردت بالشكل ده وبدأت اطبقها زي الفطير وعملتها كورة وبعد كده رصتهم على الصاج وسبتهم يرتاحوا خمس دقايق وبعد كده بطتهم ودخلتهم الفرن على طول ما استنيتش وروحت على طول جبت نص كيلو دقيق وعجنت العجينة تاني من اول وجديد وبدأت ان انا فردها على طول المفروض العجينة دي ما ترتاحش تفرديها على طول وجبت صانية كبيرة وبدأت ان انا ارصهم كده جب بعض ما ردتش حطهم فوق بعضي تاني انا حرمت وبعد كده ادتهم المادة الدهنية وسبتهم لمدة خمس دقايق بس بقيت وقفة على الساعة عشان ما نساش هو بصراحة العجينة الاولانية انا نسيت لاني حصل عند ظروف فاننسيتها خالص وده هنته بالشكل ده وحغطيها بالكيسة والمدة خمس دقايق بس اوعد كالطاري وجبت الصانية اللي حرص فيها العجين بعد التشكيل وده هنته دهنا حلوة كده وبقولت بقى اني بتيجي بقى ناخد واحدة واحدة بس هنفردها بشكل مستطيد شايفين العجينة دي بقى نعمة معنا ازاي وسطها عاملت زي الميراية بسم الله من شاء الله وبتتفرد معيك بكل سهولة عايزة تفرديها زي الفطير ده يرجع ليكي وبراحتي وبدأت بقى اديها دهنا حلوة كده من المدة الدهنية اللي معي وجبت الحشوة الحلوة المميزة دي وبقدأت ان انا ايه اديها ايه مسحة كده بسيطة منها على العجينة كلها عشان العجينة لما نيجي اللفها على النشابة بالشكل ده تبقى الحشوة كلها في قلب العجينة نخرجها من النشابة على طول بعد ما نكشكشها بالشكل ده جبت كرة كمان وبدأت ان انا نفردها معيكو عشان تشوفوا شكل العجينة وملمسها الناعم تدهنيها من المدة الدهنية عشان تورق معانا من جوة ونحط الحشوة في قلب العجينة بالمعلقة كده ببتدي اوزحها ونجيب النشابة ولف العجينة وانت بتلف العجينة مطيها كده عشان تكون الرئات خفيفة معيكو كأنك بتعملي فطير بالضبط وكشكش العجينة وبعد كده خرجيها من النشابة لحد كده احنا حلوين وتمام جبت الصنية وزي ما انتو شايفين بعد ما رست فيها العجين حتى تجي بقى قطعها لقطع متوسطة يعني الوحدة قطعتها لثلاث قطع ودي بقى مرحلة التخمير الصحيحة اللي لازم يختمر العجين حلو قوي ويرتفع معان هغطيها بكيسة وحطها في مكان دافي لحد ما تخمر معان وده بيكون شكلها ما شاء الله بعد ما اختمرت بصراحة كنت نسية واحدة فرتتها وكشكشتها وحطتها كان في مكان فادي كده حطتها في النص نيجل دهان الوش ممكن تدهينيها زبدة او لبن او بيض ونسكة فيه ودلوقتي نيجل طريقة التسوية بتكون مسخنة الفرن كويس جدا بتدخل صنية على الشبكة اللي في النص اعلى اعلى درجة حرارة لمدة 3 دقايق بس وبعد كده بتزبطي درجة الحرارة على 200 وبتسيبيها لحد ما ترتفع وتستوي وتاخد لون من تحت ولو عندك الشواية بتولع مع الفرن وولعيها على نار هادية جدا لحد ما تاخد اللون الدهبي تعالوا بقى معايا ونشوفي العجينة اللي بازت اللي خلت بسبوسة محتاسة ودي شكل العجينة اللي بازت معانا عملتها على شكل قرص زي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله بصراحة انا ما كنتش متوكعة النتيجة خالب طلعت والله حلوة وجميلة يعني العجينة لو بازت معانا كده هيكون لها حل مع بسبوسة طب وريني قلبها كده يا بسبوسة عشان نشوفها شايفين التراوة بتاعتها وكمان وشها مقرمش كده بسيط بسم الله ما شاء الله اسفنجية وهشة وخفيفة زي القطن زي ما انتو شايفين وقلبها ابيض زي الاشتا زي قلبك اللي زي اللبن الحليم ما شاء الله ما شاء الله مين عجينة بازت معانا اختمرت زيادة عن اللزوم طلعت معانا النتيجة اللي انتو شايفينها دي ما شاء الله ما شاء الله احلى واطعم بريوش او فطائر هتعملوها في حياتكم مين عجينة بازت كنا هنرميها او نحطها للفراخ بسم الله ما شاء الله حلوة قوي عملت كوباية شاي واكلتها بصراحة انا متغدتش في اليوم ده لان طعمها مميز ولا ريحتها بصراحة كانت قلبها عند الشأ وريحة الخميرة مزهرة فيها نهي والله 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 طعمها حكاية انا بصراحة ما كنتش متوقعة خرجت الصانية من الفرن ودهنت وشها زبدة عشان يكون طري هو طري ومقارمش معي ممكن تستغني عن الخطوة دي وتغطي الصانية كده في فوطة كده وتسيبيها ترد من حرارة الفرن وبعد كده تخرج الفطائر من الصانية على فوطة عشان ما تعرقش معانا ميا حاوريكوا بقى الفطائر اللي احنا عملناها انا قلتلكوا عملت اربعة حاوريهلكوا والله طلعت معايا حلوة قوي بس قلت الاول اخرجلكوا اتنين من الفطائر دي هي لسه سخنة مولعة بس قلت اوريكوا كده قلبها من جوة هش وخفيف وزي ما انتو شايفين مورقة معانا ازاي كانك عملة فطير طريقتها كانت سهلة وبسيطة بس اهم حاجة ما تسبهاش تختمر غير في الاخر بعد التشكيل اوعي تنسي العجينة اكيد دلوقتي بيقولي يا بسبوسة وايه يعني لما ننساها تختمر تختمر انت قلتلنا على الحل وطلعت معيك احلى من العجينة اللي عملتيها طازة انا اسفة جدا على طول الفيديو بس فيه مصدقية بيني وبينكو حبيت اوريكوا العجينة لما بازت معايا انا تصرفت ازاي لاني 99% من الستات البيوت بيحصل معاها اللي حصل معايا ده فانا حبيت اقولهم على الحل وانتو كمان تشوفوا معايا كل الخطوات دول الاربع اللي عملتهم من العجينة البيضة بس بصراحة طالعوا حلوين اوي ومورقين من جوة وانا بفتحهم كده يارب يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتم منه ولو بمعلومة صغيرة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ودعواتكم الحلوة لمرضانة ومرضى المسلمين ودعوة حلوة من قلبكو لبس بوسة وما تنسوش اللايك لان اللايك ده مهم جدا